موسيقى أولنا ناوي يعني مواليد المحرق موسيقى أشخاص بشارع أحمد العمران عبد الوعي هاي وفي عندك الشارع هني اللي عندن عندن هني عندن بيت هني شارع أحمد العمران ف والوالد كان من البداية رجل رجل تعليم هو بدأ النهضة تعليمية في البحرين من سنين فأنا من أنا الولد الصغير في العائلة عندي أخوي دكتور ظافر وعندي أختي دكتور أهالا وأنا الثالث في العائلة فبداية حياتي كنت في المحرك وقف تحولنا للمنامة في سنة السبعة وخمسين وبعدها يعني عشنا هني ولأن الوالد كان في سلك التربية والتعليم فضلنا ما يودينا مدارس الحكومة عشان ما يصير في يقول لنا سمينا احنا تضارب في يعني عيال المدير التربية يدرسون هذا اللي شوية يصير صعبة فحطنا في مدرسة سكرت هار سكول فهي يدرسي يدرسنا عربي في البيت لكن الدراسة الصمحية في مدرسة سكرت هار سكول اظن ماذا ينا تعرفها لحي موجودة موجودة فليما وصلت أنا لعمر 11 قال الحين بتروحون انتو خلصتوا الابتدائي ما بخليكم ويني تسوون الثلوي وحتى أنا وداني لبنان وداني مدرسة برمانا أدرس هنا عشان أكمل لي أوصل لموضوع التوجيهة لك الأيام هناك في لبنان ما في توجيهة في جي سي فسويت سبع مواد وتحولت منها ودخلت جامعة الأمريكية سنتي في بيروت وبدأت بشويات المشاكل في بيروت كل أيام فطلعت من بيروت رحت إنجلترا دخلت هناك سويت مالتي وعب دخلت الجامعة وسويت من جامعة من جامعة من الجامعات القديمة والقديمة في مجال الهندسة وتخرجت الحمد لله بأونرس يعني مرتبة الشرف من الجامعة هنا ورجعت البحر فهي هي نبذة بسيطة عند هذه شكا شكا هوايتي أثناء هذه المدة والله حقيقة هوايتي هواية الوالد من عمري ست سنين ياخر لي البحر وياه هو هواية الوالد كان يحب الحدق كان عنده لنج في المحرك فنطلع كل ويكند وأنا دائما ما عندي شغلة دراسة في السبوع وحداق على قولاتهم في الويكند فميس جمعة ذي كل ايام وفي ويكند فميس جمعة فحواياتي هاي وعقب يوم رحت الدراس في برموان كنت ألعب كرة قدم وأركض وألعب وأركض كل أنواع الرياضة سويت حقيقة ما في نوع من الرياضة مسويتها لكن هوايتي الأساسية هي صيد السمت وتمت معاي هذه فعقب وتخرج بالجامعة أشتغل ويا شركة عشان أعملي مروحي قبل ما أبدأ يعني عشان وين تتعلم الهندسة تتعلم الهندسة يتركون على الموقع أهم شي فدورت لشركة وحصلت لشركة أجنبية إنجليزية ينطرش لهم الشهادة والتي سيدة قالوا تعال نبيك شافوا الجامعة يعني إنجليز يعرفون الجامعات مولدت دارس منها كان لأن دارس مقاولات مع أحمد بنصور العالي أنا كنت وياهم حطوني على السايت إنجليز أشتغل من الساعة سابق الصبح لخمس العصر عشر ساعة فاشتغلت على مشاريع الباس راوندابوت باور ستيشن اشتغلت على مشروع بتلك البنايتين اللي عند الحديقة المائية واشتغلت الله يسلمك على آخر مشروع كان اشتغلنا على مشروع اليونيتاد بناية يونيتاد النت السوق كم المشروع حق ذي الشركة خلص من الشركة الجماعة مالكان في شركة اسمها UBF هي تصنع تابعة الوزارة تصنع البيوت الجاهزة والعوارات الجاهزة الـ فيا بوني قالوا لي والله هايزين عنده خبرة انجليزية بنوديبة فشغلوني عندهم في المصنع اللي في حفيرة كان مصنع فيه حوالي فوق الالف شخص يصنعون نصنع بريكاس ونصنع بوليستايرين اللي هو الابيض تعرف الفوم الابيض بوليستايرين نصنع اشياء كثيرة واشتغلت وياهو هناك سن حوالي من 1900 انا دخلت وياه شركة يوم ويب 1977 لتسعة وسبعين وندخلت من لتسعة وسبعين لخمسة وثمانين كنت في يونيتد بلديك باكتوريز وقت اللي أنا كنت مسؤول عن الانتاج خذوني ودوني قال لا تحتاج شوية ندرب فوديوني ست تشهر أربعة تشهر في مرة ثانية عشان أسوي ادمنستراشن فاينينس وجنر المنجمنت فلاثت من المواد يبوني واجهز روحي عليها فرحت شهرين هناك اكاديميك ستدي عقب شهرين كنت أروح المصانع اللي مثل اللي في انجلترا أن التصنع مثل اللي نحن نصنع هني في البحرين كملت أربعة تشهر خلص عطوني شهادة من هنا عطوني شهادة في ركبي كوليج خذيت الشهادة رجعت أول ما رجعت حطوني بحريني ونحنا كان في كم من بحريني ويان ذك الأيام بحرينيين زنين كان معظم البحرينيين حقيقة يشتغلو في المصنع من التزمين ما تتصور كان عندي فوق 300 بحريني وتدري معظم وزارة الإسكان كل شارع إذا تروح مدينة عيسن اللي على اليسار كلها البيوت القديمة اللي تشوف العمارات اللي لحي الواقفة ومرها فوق الاربعين سنة تكلم عن 35 سنة ولا فيها شي اللحي لي وفيها والبيوت الإسكان اللي هني العمارات الإسكان اللي في أم الحصل وانت رايح عندك كثر بنينه ليه ما أنا وصلت للخمسة الثمانين قلت بس خلاص يعني كفاية خبرة في العمل الهندسي مع المقاولين قبل حيذ أطلعت قلت بقرر أن أفتح مكتب حقيقة يعني شون بديت حقيقة يعني اللي اشتغلت في ذاك الجسمة تدري يعطوك او قمو تطلع من الشركة لك الاندمنتي اللي يعطوك إياها فهاي اللي أسس في هذه المكتب يعني ما قصر الله يرحم الوالد يعني قال لي اوفك تقدر تستعمل المكتب نزيل وهي بيساعدك حق انت تبني روح في عقب سنتين من بداية المشروع ريست علينا مشروع حق بتلكو هاتكورتر اللي هي في الحين الهاتكورتر اللي في الهملة مشروع 23 ونص مليون دينور ذاك الوقت مشروع كمبير دخلت انا ويا شركة كابل وايلس هم اللي هذي واشتغلنا في على ذي المشروع حقيقة والله كان مشروع بايد نوجح في خلصنا على الوقت خلصنا بالكوست وهذي عطى عطى المكتب حقيقة سمعة يعني هاي مكتب هناك وي تلكو نتون نو سوي فهاي كانت الخبرة الاساسية لي يعني حقيقة لان اشتغلت ويا اجانب كابل وايلس ويبت مهندس اجنبي يسوي الالكتروميكانيكل من برة بعد كان عندي يعني عندي اكثر لاني دارس هناك كان اقدر اتصل وحصل معلومات لاني من هناك لاني دارس هناك من عقوبها بدين المشاريع بدين نكبر شوي شوي بس ما كبرنا حقيقة بالمعنى ما كنا نبي نكبر لدرجة ان نكبر عقوبنا صغر قلنا لا نحنا خلنا نكبر شوي شوي فبدين نقول لك عن المشاريع الحقيقة الاساسية من نبو اهم مشاريع المكتر اهم مشاريع المكتر خل بدين نفي هذي مشروع بتلكم مشروع الثاني سوي الله يطور عمرك البعي التور سوي المكتر والقنفوتيل صارت للمكامرات العودة نزيل شعور فوقها سوي نحن السيميليتر حق السيميليتر ستة في هذي سوي عقوب البشاريع العودة سوي بنوايات اشرف اذا تشوف هنو موجودة هاي هانيا اوكي سوي نحن الله طول عمرك السبور هول اللي هني اللقاعت اللي البنايتين اللي موالت الرياضة موالت هنبول وموالت الباسكت بوي فورد شفورد شورو اكوة هني موجود من اصل كامل وفي عندنا سوي نمجمع كامل في الجسرة بولم فيلا في الجسرة حوالي ارم خم ما نذكر خم 25 30 بيت او اكثر من 30 بيت هني شفها هني وعقوب خلنت خلنا المشاريع اني شوية اثقل بالمعنى يعني اغلى اقوب بديننا في سنة من السنين سنة من حوالي عشر سنين سويننا مشروع الاونكولوجي حوسبتل مولات اللي في كينغ حمد مشروع اللي جاري والسرطان الاونكولوجي هذي كان مشروع ب 52 مليون دينار مشروع كبير جدا ويبنى معنا بعد شركة اجنب من انجلترا حسن تخصصها بس مستشفيات مواصفات المستشفيات طريقة لان لا تنسى المستشفي الشغل الكهربائي والميكانيكي بايد معقد لان المستشفيات كل شي كهربائي وميكانيكا كتر شي بعد حصلنا عقب هالمشروع حصلنا مشروع ثاني كبير حقيقة اللي هو مولوف دلمونيا اللي هو في الجزيرة واخر سويننا مشروع الناشنل قار اللي عند الموجود هني حاليا حق الجسمة اللي موجود عند وين عند البنايات اللولو نشنل قار بنوية نزين نحن 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 بعد كد اللي عرفنا عن الهندسة واللي سويتون نعم بن عرض رشرة صرف تيار كل الهندسة اوكي على المد خلا اقول لك سياري الله يسلمك الوالد الله يرحمه كان هنية وشارع الارض اللي هنية نحن عليه هذي هاي الارض الوالد قديمة من سنة 1955 أو 56 شارعها وبنا بيت حق روحه اقوب قال الحين أنا عندي الارض أبا يعني أستغلها ف نقسم وقعد يابني بيت هني وبيت هني بليت هني وبيت 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 عشان يعجر ويتخلى بات خوي انا ذا كل وقت كل يومين يقول دينار بأعطيك في اليوم روح ويا العموال اشتغل يعني اي وقت اللي مؤمن في الاجازة فقعدت اشتغل معا قال لي على شرط أبي ينت تطلع تروح تدرس أبي تترجع مهندس عشان يعني أسهل لأني بحقيقة هاي كان ولا وانا كنت أحب اللي يعني مو عندي قبل غير من هذي كنت أحب الهندسة ما مو بلنا انه يعني هندسة صعبة ومسهلة وموادة سهلة لكن اذا انت من الصغر عايشتها وتتروح وتبني ويا المعامل ويا ويا بايفيتا ويا المكهربائي ويا البناي لنشو جماعة تتعلم فصار عندي مثل ما يقولون شغف اني أبي أتعلم في هال في هال عمو أحين وبالكلام عن العمل البلدي نائز رئيس والله حقيقة سنة شام 2014 2014 ل2018 العمل البلدي بداية أنا اشتغلت في العمل التطوع وائد أنا كنت عضو في جمعية المهندسين البحرينية من سنة 1975 واما 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 دخلت صرت عضو طالب لحين ما تخرجت عضو طالب في الجمعية و77 صرت عضو واشتغل وكن صرت عضو مجلس إدارة وياهم ذا كل وقت في سلم السليد على أيام الله يترى بالخير مهندس جميل العلوي كان هو الرئيس وأنا معاه في البول وعقب بعد اشتدخلت في القطاع التطوعي في على قولتهم في كنت عضو مجلس إدارة بعحد الأمل لأطفال المعوقين صرت عضو مجلس دخلت في ناظر المنامة وصرت رئيس في 89 90 المنامة اللي هو عمل خيري خيري وهو من أقدم النوادي في البحرين تأسس 1965 كان أول رئيس سمو الشيخ محمد بن مبارك بعدين الله سلم أنا 89 صرت رئيس لل 90 كنت عندي عضوية في جمعية المهندسين عضوية في نادي روتري المنامة عضو مجلس إدارة في معهد الأمل عمل عمل التطوع كان في حقيقة في دم من أصل لأن الوالدة الله يرحمها كانت هي مسؤولة عن مأهد الأمن كانت هي نائبة الرئيسة حق جمعية رعاية الطفل والأمومة فالعمل التطوعي مثل ما يقولون موجود والعمل الهندسي هاي مجال عملي يعني الرزقي على قولاتهم رزقي 2008 أو 2009 2009 عينوني عضو مجلس إدارة في رابطة مو برابطة مجلس مزاوعة المهن في سبت السنين كنت أنا عضو مجلس إدارة وكنت رئيس اللجنة الفنية خلصت الست سنين أعدادنا تعيين من جلالة الملك اللي طاول عمره وصرنا أعضاء أول أعضاء مجلس حق أمانة العاصمة في البحرين وعينت أنا نائب الرئيس الرئيس كان محمد الخزاعي وأنا كان نائب الرئيس والله حقيقة كان كبير لأن هاي العمل بالنسبة لي ما كان جديد يعني مجال العمل بلدي أنا مكتب مكتب استشاري يوميا أنا تعامل ويا البلديات يوميا تعامل ويا الزباين وما تعامل ويا المقاولين فما كان عندي مشكلة أن أدخل في المشروع وحقيقة أنا فتسويت لطريقة يعني لأن الرئيس يكون عنده أشياء معينة أنا دخلت في الأشياء أروح المحلات أشوف أقعد ويا أشوف شنو حقيقة المشاكل التي تواجه لأن لا تنسى ذاك اليوم كانت تجربة جديدة فكنا نبيها تنجح حقيقة دور الشركات حقيقة أنا بدأ أنا ترى من مؤسسين في دور الشركات 1981 بداية دور الشركات كان الفكرة منها شنو أن فيه وايد لاعبين شركات وايد أنا أشتغل معاهم بمجال عملي عندهم فرق عندهم لائبين حقيقة أنهم كانوا يلعبون في الأندية لكن وقفوا يعني بالمعنى فرحتنا نفترحنا على ألبا ألبا تيارف الفكرة وقفون بسبب العمل وقفون بسبب العمل بارك الله فيك ألبا ياتف الفكرة كان فيه واحد انجليزي هنا قال ليش ما نسوي شركة دوري الشركات الصناعية فبدئنا في 1981 أول ثلاث سنوات ألبا كانت سبونسور عقب نحب الثلاث سنوات كلها اقترحت عليهم وأنا قلت لهم زي خلي نسوي نحن أنه سبونسور نيب الشركات وهم يدفعون وأذي وأسسنا لذلك الوقت دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم وتصدق أن من 1981 لليوم وقد نحن 2023 ما وقفنا إلا في سنتين وقت الكورونا بس ولا ما وقفنا ولا في أي ضرب فكرة منها أنك صارت الشركات توظف لاعبين عشان عشان الدوري وتوظفهم ويشتغلون يعني نحن فتحنا مو بس موضوع اللعب عشان يشارك ويتعرف على فلان وعليتان من نادي بابكو ولا من شركة بابكو ولا جي بي آي سي ولا ألبا لا بدأوا يوظفون لاعبين يعني من صدقهم يبونوا فوزون يوظفون نحن في سنة من السنين قال فير كان عندهم سابعة من منتخب منتخب سابعة العمود الفريق ماله وموضفينه خذوا خذوا الكاز والدوري سنين الفرق زينك هنا لأن أقول لك عندك عقب كم من سنة قلنا يبوا معاكم محترف تدخلوا معاكم محترف سنين محترفين في نفس هذه بس بواكثر ليش لأن في فرق تقول يعني أنا أقدر آيب لي يعني لاعب سين يحس فكون صارت المنافسة متتصور شرون لدرجة أن نحن نيم حكام دوليين ثلاث حكام يحكمون على ملعب حشيش يعني نطبق كل القوانين واللواح والاتحاد لا تنسى أنا أربع سنوات ونص كنت عضو مجلس إدارة في الاتحاد البحرين اللي كنت القدف اشتركوا في القناة